من جهته أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري أكد أن البحرين وفرت خيارات متنوعة من اللقاحات ولكل فرد الحرية في أخذ أي نوع مبيناً أن أخذ اللقاح لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية البحرين سعت جاهدة لتوفير عدة لقاحات متنوعة تعتمد على النوعية والفعالية والسلامة والحمد لله أجازت مملكة البحرين أربع لقاحات ساينو فارم وفايزر وكوفشيلد وسبوتنك لكل الفرد الحرية في اختيار هذه النوع من التطعيمات حسب ما يطلعه عليه من معلومات ويجه مناسباً له ولكن مملكة البحرين تأكدت من جميع هذه اللقاحات أنها تكون فعالة وآمنة فكل هذه التطعيمات آمنة وتمت إجازتها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين أخذ التطعيم أكدنا عليه أكثر من مرة وتفضل سعاد دكتور وليد المانع لا يقني أو يستقني عن اتباع جميع الالتزامات أو المواصلة في أخذ الإجراءات الاحترازية وهذا للأسف ما لاحظناه في الفترة الأخيرة اللي أخذوا التطعيمات لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية مما أدى فعلاً إلى انتشار هذه الأعداد فالتطعيم لا يمنع الإصابة بالفيروس بل يرفع بنسبة المناعة في الجسم ويقلل بالتالي من شدة العراض والإصابة بالفيروس وهذا ما لاحظناه في الأخوة والأخوات اللي أخذوا التطعيم وأصابهم الفيروس الكورونا كانت الحالات بسيطة ولا تستدعي إلى الحمد لله إدخالهم في العناية القصوى نؤكد مرة أخرى أن الإجراءات اللي يتم تطبيقها على المخالطين هي تهدف للحد من انتشار الفيروس وهدفاً لحفظ سلامة الجميع أحب أن أخاطب كل حالة قائمة وأقول لها الآتي لا تكون سبباً لنقل العدوى لأسرتك والمجتمع ساهم معنا في الحد من انتشار هذا الفيروس بالإفصاح على كافة المعلومات المطلوبة منك كما يجب على المخالطين ضرورة الالتزام بفترة الحجر اللازمة والمحددة وإعادة الفحص وإعادة الفحص بعد انتهاء المدة المحددة من قبل المعنيين